يلا طلابنا طلاب جامعة العين محاضرة المناع النظري اربعة خمسة مرحلة ثالثة الانتيجين يعني ماذا الاختلاف بين الانتيجين عن الانتيبودي لهذا طارح لك ياك السؤال هو اللي يشرع لك الانتيجين والانتيبودي وهي قضية مهمة مفروضة ناقذة من اول محاضرة الانتيبودي هو غلايكو بروتيج غلايكو بروتيج يعني سكر بروتيج يعني بروتيج سكر يأهويد تشي hace few бывает بروتيج ينتج كاستجابة awa الانتيجين معين الانتداف على munt غلايكو بروتيج ينتج كاستجابة للأنتجين هل هذا الآن تجين نيترال هو طبيعي أو صناعي طبعا رح ناخذ أنواع الأنتجين أكيد يعني أنتك وإشأل ذي ريكوغناز يتم التعرف عليه بواسطة يالي يتعرف عليه طبعا الأنتجين جسم غريب راح يطبط جسمنا شي غريب يطبط جسمنا من يتعرف عليه داخل جسمنا حتى يقتله فرح ريكوغناز يتم التعرف عليه بواسطة الأنتيبودي أو خلايا هاي التفاصيل نحن ما نغرب به السوبر أنتجين أردفتهم شنو فرق من نتجين السوبر أنتجين و نحن نسميه سوبر أنتجين جزيئات سوبر أنتجين بيقوصيا سلاسل فورم المكونة بواسطة من 6 إلى 30 أمينو أسد كبهو طبعا عادة من الأنتجين بأمينو أسد واحد أو 3 من أفوق الستة هذا نسميه سوبر أنتجين أنتجين كلش قوي تمام كبهو بالقادر أو بني الكتبات طبعا هاي مو CMH MHC تمام ما نعلاق بيه فقط هاي الحد اللي بيقوصيا إنه هو بي من 6 إلى 30 أمينو أسد كافي خوش مثال على السوبر أنتجين ستافيلو كوكس انتيروتوكسين السمية المعوية انتيرو معوية توكسين سمية النووي نوكليو كابسل الكابسل النووي للرايبيز فيروس لداء الكلب تمام سوبر أنتجين هاف تو سايت موقعين أوف انتركشن للتفاعل مع الاماتسي غلاس 2 موليكوز مع جزيات الاماتسي غلاس 2 تمام هسا راح نجي إحنا قرأينا الاماتسي غلاس 2 وقلنا شو نبدو راح نرجع نقراها مرة تانية خوش هسا الانتجينيسي المستفدية والاميونيونيسي والمناعي يعني الضدو المستفد خوش اللي هو الاختلاف يقع انفاقت في حقيقة ذهابتين ار نوت اميونو جي قبل طيقاك بالهابتين ما تعرفت شو من الهابتين خلنا قللك شو من الهابتين هذا الهابتين طلع زيان أنا هسا أي جسم أو أي شيء غريب يدخل داخل الجسم يصير ضده تحفيز مناعي طبعا لا مثلا هاي جزيات الغبار الصغيرة جدا جدا هاي الخفيفة زيان الدخان ما نارقي له تمام دخان غليظ هذا الجقار غير هالآخرين زيان هذا صير ضده استجابي من ناحية طبعا لا ليش لأن الوزن الجزيء مال هاي الأشياء صغيرة جدا الأشياء اللي وزنها الجزيء صغير حتى لو مرضية مثلا جزء من البروتين فيروسي طبعا الفيروس مو إلا كله موجود يلا يسوي لمرض البروتين مال الفيروس يسوي لمرض الجدار مال الفيروس يسوي لمرض النوا مال الفيروس يسوي لمرض أي جزء من الفيروس ممكن يسوي لمرض يمكن يعتبر أنتجين بس أكو أجزاء لصغرها لصغرها يسميها هابتين الهابتين هو شيء أنتجين بس هو الجزيء مال تصغيرة لذلك ما يكتشف الجسم فما يسوي ضد أنتوبادي فلازم شنو يسوي ضد أنتوبادي لازم هذا الهابتين يرتبط بجزيء أكبر ويسيطر عليها يلا جسم يكتشفه فريدت أنا أعرفه لك رتعرف لك شنو يمعنى الهابتين فالاختلاف بين أنتجينيسيتي والأميونوجينيسيتي مطي قبل يقل لك الاختلاف يقع إن فاكت في حقيقة أنه الهابتين نوت أميونوجينيك هس أنت عرفت لك معلومة حلوة أنه الهابتين مو أميونوجينيك ما يحفز الجهاز المناعي ما يكدر أوكي ذات إز ذي كان يستطيع بيركوغنائزل يعني يتم التعرف عليه بواسطة الأنتوبادي خوش وحتى لو تعرف عليه الأنتوبادي بط لكن ذي كان ذي كان نوت لا يستطيع أن يثير تكوين الاميونوجينيسيتي للسجابة المناعية يعني حتى لو فرضا الأنتوبادي تعرف عليه رح يهم له ما يسوي ضد السجابة المناعية أو ما يقل الجهاز المناعي سوينا أنتوبادي تمام لو لا أوكي المهم ما يثير الجسم خوش الهابتين إز أنتجين إذن يعني هو رح يتصل ليش إحنا قلنا الهابتين أنتجين لأنه رح يتصل به الأنتوبادي شوف بيركوغنائزل سوف يتعرف عليه الأنتوبادي بس ما يسوي إثارة ليش جسمه صغير الجزائي تمام نكمل طبعا نسا شوية شو رح تفتيهم القضية خوش بعض الأنتجين بعض الأنتجينات آر انيونوجينيك أنت أذر ستش والأخرى مثل الهابتين آر نوت إميونوجينيك يعني الأنتجينات هاي العادية قبرنا نعرفها هي إميونوجينك رح تحفز الجهاز المناعي بس بعضها مثل الهابتين مو إميونوجينك ما رح تحفز الجهاز المناعي فضائع المو إميونوجينك ما تحفز مثال عليها الهابتين خوش تمام أوكي كونفيرسلي طبعا على العكس أو على الطرف الآخر الاميونوجين كان انتييت تستطيع أن تبدأ استجابة مناعية مخصصة أنتريك تتفاعل هاي ما العلاقة بها طبعا خوش this is for example the case في حالة الفاكسين formulation تكون الفاكسين طلاب هاي ما أخذينها احنا مسبقا هاي ما أخذينها أنه الاميونوجين اللي يتحفز الجهاز المناعي أكيد أكو إلها استجابة مناعية مخصصة وراح تتفاعل مع انتيبودي هاي تتعرفها أصلا تمام أو لا مثل من مثل الفاكسين طلاب الجسم يتعامل مع الفاكسين مع اللقاح تعامل الفيروس رح ينتج ضد انتيبودي بس اللقاح ما يدمر الخلايا مالتنا بس يخلي الجهاز المناعي ينتج انتيبودي وهذا الانتيبودي يستفادوا منه إذا دخل الفيروس الحقيقي اندمره لأنه لدينا ذاكرة مناعية تمام انكم انكم هنا الانتجين محددات يعني محددات الانتجين or الابتوب طبعا الابتوب شنو هو طلع الابتوب هذا الانتجين اكو مواقع للاتصال هاي المواقع الاتصال من يجي الانتيبودي يتصل بيها هذا الموقع اللي يتصل بالانتيبودي اسمي الابتوب الابتوب اس ريجن هي منطقة ان انتجين بالانتجين ذات هاز تمتلك انتجينيك بروبريتيز خصائص انتجينية تمام ان اس دسايت هي موقع اتتشمنت انتباط تو انتبودي هيا حل آن نريد هاي موقع انتباط الانتباط بس هاي ليتمنى خوش هناك نوعين انتصال داخل الانتجين وذي سبيسيفك مع سبيسيفك يعني مخصص فاريابل ريجن المنطقة الفاريابل المختلفة او هي شي او في انتبودي بالانتبودي كل تسمى الباراتوب يعني منطقة الاتصال بالانتبودي اسمها الباراتوب منطقة الاتصال بالانتجين اسمها الابتوب طبعا هذا الانتبودي خوش اعتقد اللايت تشين او هاي الهاي في تشين اذا اذكر هذا الفاريابل الريجن اللي بيها الباراتوب هاي جوهنال منا او منا الفاريابل الريجن اللي بيها الباراتوب او يجي الانتجين يستقر هنا ويتصل الانتجين مع الانتجين تمام لو لا هاي حتى تصير عندك واضح طبعا الفيديو راح يكون طويل بس حتى تفتهموا لهي مادة فهمية خوش انا سمو عبارة فيديو طويل يعني فتشي هواي تمام خوش الانتجين يتدترمن المحادات الانتجيني كان اول صريح تفاعله تي سي ريسبتر طبعا اكيد مرات الانتجين يتفاعل مع الانتبادي ومرات اكون انتجين بسيط ما يستهل الانتبادي انو ادينا تي سي ريسبتر اللي هي تي سي ار نسميه احنا مستقبلات التي سي ريسبتر فهذا الابيتوب مره يتفاعل مع الانتبادي مع مطقة الباراتور اللي هي مطقة الاتصال بالانتبادي ومره يتفاعل مع التي سي ريسبتر تمام لو لا خلص حس هنا اجينا الابيتوب الابيتوب على البروتين حجمها من 6 الى 30 امانو اسد وعلى اسد على البروتين من 6 الاخرى من 5 الى 6 اصص تمام على البوليسكرات اذا على البروتين كذا حجم على البوليسكرات كذا حجم تمام لو لا خلص نقلو بمراقة حس هنا اجينا حس البروتين البروتين هات اوفن غالب نكري سيفرال دفرينت ابيتوب طبعا نيقيل لك البروتين ممكن يحمل اكثر من ابيتوب تمام تعرف اوف بيس على اساس الكوبلمنتري المكملات المنطقة بين الابتوب and region of the recognition molecule of the immune system killed الباراتوب احنا انا هاي مساعدناها يعني انا هذا ما لدي كل داعي كله فنقدر نطق اكس خش كل هذا different categories الفئات المختلفة different مختلفة categories الفئات او الاصناع of the antigenic molecules بالجزئات الانتجينية اول شي اول فئة antigenية هو الابتين تمام ومساعدنا الابتين وقلنا هي جزئة قليلة بحيث ما يتعرف عليها جهاز منها او ما تثيرك خوش الابتين substance different مادة تختلفة from the constant of the organism تمام خوش but of low molecule انا بس عاريت شلو يعني low molecule يعني low قليل molecule الجزئي تمام ماس الكتلة الكتلة الجزئية شبيه قليلة تمام لو لا خوش is not immunogen وليست immunogen يعني ما في رجز البداعي واضح ضد طبعا التالاميونوجين فلحفظها عجر التالاميونوجين التالاميونوجين تعرفها وقالنا الهابتين مو اميونوجين فقط الانتجين اللي تشارفه هو اميونوجين فهنا قالك ترى الهابتين يختلف على المايكرو على الأورغانزم على الكانات هاي اللي تتعرف هاللي بفايروسات بتكتر وغيرها لماذا كيف встреч اخبر beach كيف نختلف ال testament يا الSu usage تقول له low molecule جزئي صغيرة ويعني اذا اجزاء صغيرة لا تفير الجهاز من اي الهابتين هي اكتوجيني يقولك هي وحدة هذا وحدة زين ليه ما تصبح بلا امر عليك الهابتين كانت تستطيع بكم ان تصبح اميونوجيني بعد اتصالها تكرير بحامل يعني واحد يحملها تصعد وياه وش الذي موصد غالبا اوفن بروتين هو غالب البروتين يعني هذا الهابتين اذا اتصل ببروتين يصير اميونوجينك 100% واضح لو لا خلص الكروس ري اكشن تفاعل العرضي او العابر او الخطي او الموقعي ما اعرف شنو قلزه هو هنالا يقول لك هو نفس الابتوب كان بي بريزنت وممكن يوجد على ثمين دفرنت موليكول جزئتين من الفضة بس وساكت بعد خلص عبر الموضوع الثاني فحنا نعبر الكروس ري اكشن تمام هو موجود على جزئتين من الفضة تمام لو لا خوش هو يشبه الابتوب خوش المين شركترستك المميزات الاساسية اوف اميونوجين هو ما اخذ لك الفورن شركتر تمام اول شنو مميزات الاميونوجين يعني اللي يفير الجهاز المناعي فورن شركتر طبيعة الغريبة اكيد هو جسم غريب طاب طاب الي طاب الي جسم غريب بكتريا بايروس اي شي فطبيعته ش تكون غريبة تشركتر طبيعة او الميزة فورن غريبة تو اورغانزم على الكائن علي انا طبيعته غريبة علي ما اعرفه تمام فيقول لك شي طبيعي أو شي عام هو مادة غريبة على الكان على نفسي غريبة علي بعد على المضيف بواسطة لا تكمل مثال البيوض ما الالبومي اللي هي إيق ألبومي إز أميونو جينيكي مادة غريبة أميونو جينيكي فور هيومن للإنسان بط لكن الهيومن ألبومي الألبومي اللي بداخل جسمك إز نوت مو غريب يقول لك بيوض الألبومي غريبة بس الألبومي اللي بداخلك مو غريب وعاضح لولا جاي تلاحظ هاي فقط مثالة حفظة ليا الموليكولارويت الوزن الجزيئي انذا جنرال صورة عامة الاميونو جينيك باور السترونجر يقول لك الطاقة ما الاميونو جينيك ما المحفز المناعي هي التقوى الصير أقوى وين حينما الموليكولارويت الوزن الجزيئي هاي عادي يعني كل ما يزاد الوزن الجزيئي كل ما يكون الجسم أقوى مناعيا يعني يحفز المناعة بالشكل قوي تمام له لا خوش موست أنتجين أغلب الأنتجينات هاي تمتلك غريب أكثر من ألف دالتون طبعا دالتون هو وزن الذرة أو وزن الجزيئة فأكثر من ألف دالتون الكيميكول نيشر طبيعة الكيميائية انجرال بصورة عامل انورغانيك سبستانز المواد غير عضوية سبستانز مواد انورغانيك غير عضوية دونوت استوموليت لا تحفز المناعي جهاز المناعي تمام له لا على الجانب الآخر محتويات 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 مست باورفول تمام باتشر يقول لك منه يا محتويات هي باورفول اميونوجين اتقله القلايكوبروتي تمام اها زين منه الضعيف ذين البوليساكرايت شميه البوليساكرايت ويكلي اميونوجين أضعف مناعية يعني ما يحفز جهاز مناعي تمام له لا ويل بينما الليبت الدهون اندليوكليك أسد لحماض الأميني ار نوت ما تحفز دون خوش له لا خوش المواد الكيميائية اكثر تعقيدا هاي اكثر خوش الكميكال مواد يعني شما زاد التعقيد الكيميائي للمادة الغريبة زاد الافراز المناعي او زاد التعرف المناعي تمام له لا خوش الامناجمي تزداد بالنسبة للمدادة وبثالاء على مبدادة الغرابة الكيميائية او التعقيد الكيميائي كومبلكس التعقيد الكميائي يزداد الامناجم كل ما زادت التعقيد تمام له لا يعني الطب مادة بسيطة قبل الجسم يسوي لها أنت وبدأ يقتلها الطب مادة معقدة الجسم يحتار شي يسوي لها فلازم يأخذ وقته حتى يسوي لها شي يستاهد تمام له لا خوش فور اكزامبل الهومو بولي ميرك بولي بيبتايد هاي البولي بيبتايد اللي هو الوحيد الشكل اللي شبيه هذا فورمد يتكون باي تشين سلسلة من السنجل عمينو أسد عمينو أسد واحد سلسلة واحدة من السنجل واحد عمينو أسد حامض عميني ارويك وهو ضعيف بينما الكو بولي ميرز هاي البولي ميرات المتعددة فورمد تشكل باي تو او ثري دفرنت عمينو أسد ثري ثلاثة دفرنت مختلفة عمينو أسد حامض عميني من ثين او ثلاثة من الحامض الأميني جيد عمينو أسد جيد عمينو أسد تمام له لا وقل لك وجود الاروماتيك عمينو أسد العمينو أسد العطرية عمينو أسد سلسلة يعتبر قوة مناعي يعني يحفظ جهاز مناع بشكل أقوى تمام له لا بالأمينو أسد العطرية وعلى الفيديو الثاني نكمل